لو عندك باسترمة وبيض جبنة في الطلاجة تعالي وريكي نعملهم ازاي سنية جولاش. هناخد ورقة جولاش وهندهنها بزبدة كلها بالمنظر ده. هناخد ورقة تاني ونحطها فوقها وندهنها برضو بالزبدة بالمنظر ده. دلوقتي بقى هنرس البسترمة بالشكل ده. بعدين هنرس الجبنة انا حطيت شرر اند موزاريلا. نحط شوية بيد مضروب. وبعدين نقفل الجولاش ونلفه. ونتكي عليه كده عشان ايه? يبقى لازق. وبعد كل لفة تتكي عليه كده عشان تعرفي ان هو ايه? لازق في بعدي. ودي لفة تانية حطيت البسترمة وفوقيها الموزاريلا. وححط عليها البيض عشان المرة دي هستعمل شردد تشتر تشيز. طبعا انت ممكن تستعملي تشتر تشيز التخينة الشرايح. وممكن تستعملي الموزاريلا تشيز الشردد. بس انا عكستها يعني. اي تشيز عندك في البيت من اللي بتسيح في الفرن هتنفع. ودي شكل الشردد تشتر تشيز بعد محطتها على البسترمة. ودلوقتي برضو هلفها نفس اللفة تاني. وطبعا البيض اللي حطناه ده هو اللي بيخلي الجلاش يلزق. فبعضين. والزبدة طبعا. ودي نياهو بلفها. وهرصها في السنية. ودي منظر السنية بعد ما ترصت. ودلوقتي هقطعها قبل ما دخلها الفرن. علشان هسقيها دلوقتي باللبن والبيض والزبدة. فعايزها تتشرب كلها. فانا بقطعها هعمل كزا طريقة في التقطيع. كده بقطعها مثلسات. ممكن تقطعها مربعات اللي انت تحبيه. او دياجنو. الاكلة دي بقى تبقى حلوة على الفطار او عاشة خفيف. هي مش خفيفة هي تقيلة. ولما كلناها اتلكمنا بصراحة. وطبعا الحروف كانت صغيرة فما حطتش فيها بس درمة. عملتها بس تشيز. جبنا بس ولفتها. ونصيحة اعملي اكتر من طبقتين عشان كانت حدقة شوية. بعد ما قطعتها هنزل عليها بلبن وزبدة وبيض. مضربين مع بعض كويس وما رشوش عليهم رشة فلفل اسود. بلاش ملح عشان ما تطلعش منك حدقة اكتر ما هي حدقة لان الجبنة حدقة والبصر ما حدقة. ودلوقتي هنوضع بقى الخليط ده نغطيها بيه كله ونميك شور ان هي كلها اتكفرت بي اتغدت بيه او شربته. بمسك السنية كده وبعد عوك فيها لحد ما تشرب كل الخليط بتاعي. بعدين هنحطها في الفرن على درجة حرارة تلتمية خمسة وستين فيرنهايت لمدة تلت ساعة. وادي النتيجة شكلها يشاهي ورحتها كانت طحفة جنان. تعالوا نقطحها مع بعض ونشوف المنظر عامل ازاي. طبعا انا بعمل الفيديو بعد ما كلتها وعايزة انط تاني في الشاشة واكل منها تاني. كانت عموها طحفة ولازم تجربوها. وتعرفوني رأيكو ايه في الكومنتات. وده كان شكلها من جوه. عايزة ورها لكو بس شكلها ايه. وهاخد اطمع معاكو على الشاشة اهو. طعمها يجنن.